ايه تحفيله بص ده كصف جبهته ده علمه الأدب ده علم عليه مش عارف ايه السوشال ميديا السوشال ميديا ممكن ترفع حد لسبع سماء وتنزله سبع أرض هو الشخص اللي طلع يتكلم ده سواء راجل أو ست عنده ولا معندوش الاعلامي الرياضي إبراهيم عبدالجواد أهلا بيك معنا اهلا بيك أده ايه رأيك في وجهة النظر اللي بتقول ان اللي ملعبش كورة ما ينفعش يتكلم في الكورة في الاعلام ضدها تماماً شايف ان هي مش صحة ومش مزبوطة لأن مش كل اللي لعبوا كورة وكانوا نجوم كمان كبارة هم بالعابوا كورة بقوا مدربين كويسين او بقوا اعلمين جمدين ده كريل وده كريل انت بتلعب ده كريل بموهبة ان انت تبقى مدرب او ان انت تبقى اعلامي او ان انت تبقى رئيس نادي او ان انت تبقى إداري ده كريل تاني خالص معروف على صفحاتك الخاصة على السوشال ميديا انتمائك لنده الزمالج إزاي بتفصل بين انتمائك وشغلك؟ بمنطقة البساطة بالعكس أنا ده قرار وأخذ وأنا من زمان جداً أدهم إنه أنا في قفل آخر مشجع فالمشجع أكتر حاجة بيبقى عايزها من اللي بيطلع على الهوى إنه يقول كلمة الحق الفكرة كلها إنت لما بتتكلم بتتكلم بالعقل وبالمنطق الموضوعية ولا لا إحنا بقالنا فترة وأنا عزر الناس جداً أدم إحنا بقالنا فترة طويلة عملين نتحيش دماغنا عملة تتحيش بتعصب وقصف جبهات وترندات وإنا لو طلعت سفل لو أنا مثلاً زمالكاوي سفيت على الأدهم إيه تحفيله بص ده قصف جبهته ده علمه الأدب ده علم عليه مش عارف إيه والعكس لو أنا أهلاوي وطلعت تعملت كده ما حت زمالكاوي بص يا معلم ده سواب البلط ده سفلته ده مش عارف إيه وهيه وسريق رحكو بتاع فالجمهور أو الشباب اللي طالع اللي هو عصب الكورة اللي هو مثلاً موليد 95 موليد 2000 شاف إيه ما هو ما شافش غير كده ليه دايماً في الإعلام الرياضي المصري بنهتم بكواليش زي خناقة في قط اللبس خناقة بين اتنين لعيبة في ملعب واحنا بيبقى فيه ناس في سن المراهقة بيتفرجوا علينا ليه ما بنهتمش بالفنيات أكتر من الكواليس اللي مش مفيدة قوي للجمهور بص هو الاتنين مهمين في كل حتة في الدنيا مش بس في مصر البيهايند السينز والجوسبس والرومرز والحاجات اللي فيها شكل الغموض والحاجات اللي انت ما تعرفهاش دي فانا بوريها لك دي مادة إعلامية على مستوى العالم دايماً لها زبونها ودايماً لها رواج لأنه بتثير غريزة من غرائز الإنسان وهي الفضول الفكرة بس في إيه إن أنا بقى بقدم المادة دي بالوجه الحسن بتاعها بالوجه الإيجابي مش بالوجه السلبي ما قدمش على مصفر ما جيش أقول لك بص ده مين يعمل إيه في حاجة سلبية لا جي أقول لك كواليس بس في حاجة إيجابية من وجهة نظرك مين أشتر مقدم برامج رياضة في مصر كل زمالنا اللي موجودين من أجبرهم لأصغرهم هتلاقي كل واحد فيهم عنده حاجة جمدة وعنده حاجة حلوة تحب تخدها منه وتتعلمها منه سواء بقى كابتن شوبير كابتن ماتحة شلبي سيف زاهر إبراهيم فاي كريم خطاب هاني حتحوت كريم رمزي تامر سقر كلهم ناس محترمين وجمدين وكل واحد فيهم عنده حتة جمدة جدا مين اللي أقرب لإبراهيم عبد الجواد كمشاهد بص أنا هقولك مثلا فيه فايز الزمر ده قديم ده واحد من الناس اللي أنا تربيت على شغلهم كان كرة في أزوع وكنت بحبة جدا طريق حبيب معلوش علاقة بالكرة بس حاجة برينسي كده قاعد بتتفرج على برينسي يعني يفهم قدامك قل لي تلات مواصفات لازم يكونوا متواجدين في الإعلامي الرياضي إنه يكون ما عندهش حسابات وبيقول اللي هو شايفه صح بغض النظر ده بقى يجي على الأهل يجي على الزمال يجي على الإسماعيل يجي معاهم هو بيقول اللي هو شايفه مظبوط وشايفه صح نمرة اتنين إنه يكون عنده نية إن كلامه ده هو عايز يفيد بيه الناس مش عايز ينتصل لرأيه الشخص يعني أنا ممكن أقول رأيه النهار الرأي ده يطلع غلط ما بضلش حارب بقى عليه وافضل لمجرد أنه ينتصل لقى إذا تم ما نعرض لوجهات النظر التانية وعرض لقراءة التانية اللي في الآخر هتفيد للناس اللي قاعدة الحاجة الثالثة إن انت ما تجريش وراء فكرة وشهوة الاستحسان الناس أو تتضمر بسبب مزمتهم إحنا دلوقتي قدها معايشين في عصر السوشال ميديا السوشال ميديا ممكن ترفع حد لسبع سماء وتنزله سبع أرض لو أنت سبت نفسك وماشى سهلة إن كلام الناس يأثر فيك فمتحوهم يخليك منفوخ وشايف إن انت أحسن حد في الدنيا فده ممكن ياخدك لشهوة إن انت تبقى عايش على المتحدة لو تشال منك شوية تموت إيه رأيك في التواجد النسائي على ساحة الأعلام الرياضي دلوقتي وشايف إنهم قادرين على منافستكو كشباب هي القصة مش راجل ولا ست الفكرة هو الشخص اللي طلع يتكلم ده سواء راجل أو ست عنده ولا ما عندوش شاطر ولا مش شاطر عنده كنت انت محترم ولا ما عندوش كنت انت محترم راجل بقى ست شيخ عيل المهم إنه في الآخر قادر وهو بيكلمني يكون عنده حاجات ضفلي هقولك خمس أسماء تعقب عليهم بجملة واحدة سريعة حسام حسن فايتر كولر ده اللي تقول عليه الساعة السويسرية بقى حسين لبيب اكسلانس محمود الخطيب أسطورة كهرباء مشاغب الإعلام الرياضي إبراهيم عبدالجواد بشكرك جدا حبيب يا قد هم أنا اللي بشكرك وكل سنوان طيب وخير